بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى يا أهل بيتك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين صلى الله عليك يا سيدي ومولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا غري ويا مظلوم كربلة يا رحمة الله الواسعة ويا بابن جاءات الأمة ما خاب والله من تمسك بكم أمنا من لجأه إليكم يا ليتنا كنا معكم سهدتي فنفوز فوزا عظيمة إن كان عندك عبرته تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها فعسايا نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها ولقد مررت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقياه فيها فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها ولقد ذكرت عقيلة حيدر مذهولتان تصغي لصوت أخي بأبلة ورثت مصائب أمها فقدت تقابلها بصبر أبيها لم تله عن جمع العيال وحفظه بفراق أخوتها وفقد بني ولي عجب لها بالأمس أن تتصونها ادري بك أبو الغير أبو الحميط ما ترضى على زينب سلام الله عليها ولكن هذا الذي جرى على زينب ولي يسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسبب أبي ما سبوا زينب فقط بل حتى روعوا قلب زينب أما العزيز حسين يا زينب ذباحنا وعمود خدرت بالفضل شفاق طعناء وأما الولاد الأكبر علي بالخيل دسنايا والجاسم العري اسمت والسد الترباء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون من كلام لسيدنا ومولانا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله إني رأيت على يمين العرش مكتوبا إن الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة الله صلى الله عليه وآله الثانية يخبر الله لكم الله صلى الله عليه وآله على محبة رسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين الثالثة بيعلى أصواتكم الله صلى الله عليه وآله النبي صلى الله عليه وآله في قضية الإسراء والمعراج حصلت له مواقف كثيرة ومعاجز كثيرة اللي البعض ربما لا يصدق به من ضمن الأثشاء مثلا لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وصعد إلى السماوات السبع فهناك النبي صلى الله عليه وآله وإذا به يسمع صوت أمير المؤمنين عليه السلام في السماء السابعة عند عرش الله عز وجل النبي توجه قال أعلي هنا أمير المؤمنين موجود وإذا بأله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وآله قل لحبيبي يا أحمد هذا أنا أمير المؤمنين موجود هذا أنا قعد أكلمك مو علي بن أبي طالب قال لي يا رب وليش صوت علي بن أبي طالب قال حبيبي يا أحمد والله فاتشت قلبك ما رأيت شخص أقرب وأحب إلى قلبك من علي بن أبي طالب سلام الله عليه فأنا شفتك تحب أمير المؤمنين عليه السلام فأحببت أن أتكلم معك بصوتي علي هذه بحذاتها معجزة من ضمن الأشياء التي حصلت لرسول الله صلى الله عليه وآله لما وصل إلى عرش الله عز وجل قال إني رأيت على يمين العرش أو على ساق العرش مكتوبا إن الحسين مصباح هدن واحد من العلماء كان يقرأ في روايات فضل زيارة الحسين عليه السلام وتتعرفون الروايات كثيرة في هذا المجال فقام يقرأ فوصل إلى رواية عقل وقف بعد ما قام يستقبل بالنهاية كل إنسان إلا مقدار من الاستيعاب والقبول واحد تارة بعقله يستقبل خمسة بالمئة واحد عشر بالمئة واحد عشرين بالمئة وهكذا فهذا العالم وصل إلى رواية وقف شنو الرواية من زار الحسين عليه السلام كان كمن زار الله في عرشه هذه رواية موجودة فهو بينه وبين نفسه يقول شنو يعني من زار الحسين كان كمن زار الله ترى مو منزلة قليلة ولا منزلة ضعيفة لا كان كمن زار الله في عرشه ولو لما تجي إلى بعض الروايات عن المعصومين عليهم السلام من عاد مريضاً كان كمن زار الله في عرشه واحد يزور لمريض أسأل الله تعالى أن يمنى على جميع المرضى بالصحة والعافية تروح لك إلى مريض أبو دقيقة دقيقتين تقرأ لسورة الحمد بنية الشفاء هي هذه أبو الدقيقة دقيقتين كان كمن زار الله في عرشه فيقول أنا ما استوعبت فيقول أنا أجيت وتوسلت بالإمام الحج عليه السلام أن أذهب إلى المسجد السهلة أربعين ليلة أربعاء أبقى في مسجد السهلة حتى الإمام الحج عليه السلام يحل هذه المسألة هذه الرواية أن من زار الحسين عليه السلام كان كمن زار الله في عرشه يقول أنا رأيت إلى مسجد السهلة آخر أربعين من أربعين ليلة أربعاء يعني تقريباً من تسعة شهر يقول أنا ظلت في مسجد السهلة أترقب قدوم الإمام سلام الله عليه ما شفت الإمام صار الغروب ما شفت الإمام صار منتصف الليل ما شفت الإمام يقول أنا تضايقت يقول قلت خل أروح إلى مسجد الكوفة هناك لعله وعسى أن ألتقي بالإمام الحج عليه السلام يقول قمت من المسجد السهلة جئت إلى مسجد الكوفة كان قريب الفجر بعد يقول أكو واحد كان عنده مثل بسطة كشك عنده شاي يقول أنا خذيت لاستكانة شاي وقعت على أتبة باب مسجد الكوفة أخلص شاي وبعدين أدخل إلى المسجد حتى أصلي صلاة الفجر صلاة الصبح يقول أنا خذت الاستكانة قعدت عند باب المسجد أشرب الشاي وبالي بالإمام الحجة يقول بالأثناء وإذا بشخص مهيب محترم وجهه نور أجي أسلم علي رديت عليه السلام قال له سيدنا ممكن أقعد عندك يقول أنا شوي تضايقت يقول صح أنا عالم لازم أستقبل الناس أداري الناس إذا عنده مسألة شرعية أرد عليه إذا يريد استخارة أخذ لا استخارة هذه وظيفتي أنا بس أنا بالي بالإمام الحجة بس مع ذلك قلت لها تفضل أقعد قعد بعدين قال لي سيدنا ممكن أقول لك قصة يقول أنا هنا بعد تأذيت أكثر بس قلت شا سوي بعد مجبور أسمع له قلت لها تفضل قل لي قصة ما دام أكو وقت إلى صلاة الصبح قال لي سيدنا يوم من الأيام كان أكو هناك ملك والملك عنده وزراء وعنده ضباط عسكر خدم حشم كل شي عنده ملك فهذا يوم من الأيام قرر الملك أن يخرج من قصره إلى الصيد فبدل ملابسه شال التاج وشال الرداء اللي عليه حطه على جنب ولبس ملابس الصيد ركب على صهوة جواده مع الوزراء واللواب والضباط كلهم طلع بالأثناء من بعيد لاحق له غزاله وعجبته هذا الملك ما صدق على عمره ضرب على فرسه أخذ يذهب خلف الغزالة الغزالة تذهب يميناً ذهب يميناً معها ذهبت شمالاً ذهب شمالاً معها حتى الغزالة اختفت وقف في وسط الصحراء يلتفت يميناً شمالاً وزراء ماكو خدم حرس شرطة ماكو وحيداً فريداً في الصحراء بالأثناء لاحت له خيمة من بعيد يقول أنا جيت إلى الخيمة وقفت على باب الخيمة سلمت على من فيها وإذا بأمرأة ردت علي السلام فقلت لها يا أمة الله أنا ضيف ممكن أنزل عندكم هذه المرأة قالت له لك الكرامة ولكن أنا الآن امرأة أجنبية لوحدي انتظر دقائق ابني يرجع ويدخلك إلى الخيمة ونستضيفك بأحسن الضيافة الله شنو من عثة يوم من الأيام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وصل لك رسالة كتاب من منو من والي البصرة الإمام فوراً كتب رسالة زين شنو رسالة وصلت لرسالة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن في ذاك الوقت توهم النساء بدأوا يخرجون إلى السوق توهم وذاك الوقت خلوا كلهم عبي وجفوف وبوشية ونقاب وساتر نفسها بأحسن وجه بس نزلت إلى السوق الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فوراً كتب رسالة إلى أهل البصرة قال يا أهل البصرة بلغني أن نساء الكوفة يدافع أن نساء البصرة يدافعنا الرجال في الأسواق أما تستحون اللي ما نوجه الكلام المنه للرجال ولا للنساء للرجال بلغني أن نساء البصرة يدافعنا الرجال في الأسواق أما تستحون أما تغارون لعن الله من لا يغار نحن الآن يجي الولد يتقدم إلى عائلة يقول أريد البنت أول شي ما تكون لابسة عباية رأس أول شي تكون موظفة يكون عندها راتب زل ليش شيئاً فشيئاً البوشية راحت شيئاً فشيئاً عباية الرأس راحت شيئاً فشيئاً عباية الجامعية على قولتهم هم قاعد تروح الآن تقول زيل ليش طالع بهالمكياج تقول المكياج خفيف خفيف هذا المكياج الخفيف يودي الإنسان إلى نار جهنم نحن ما عندنا شيئاً يسمى مكياج خفيف مكياج كثير مثل ما الآن والعياذ بالله والعياذ بالله واحد يجيب لقلاس خمر سواء هذا القلاس كان متروس من الخمر أو كان هذا القلاس فيه قطرة من الخمر هذا القطرة ما يحق للإنسان أن يشربه مكياج خفيف عذر أقبح من ذنب فقلت لنتظر الآن دقائق ابني يرجع ونستضيفك وما تدري أن هذا الملك لابس ملابس صيد من الأثناء وإذا بالشاب قد أقبل شاف لواحد لابس ملابس صيد ما يعرفه أهلاً وسهلاً ما عندك قال أنا صراحة ضعته في الصحراء فهل لا نزلت ضيفاً عندك قال نعم أهلاً وسهلاً لك الكرامة يا الله يا الله دخل هذا الرجل الملك إلى خيمته الملك قال يا هذا أنا عطشان ممكن ممكن تجيب ماء صراحة أنا ما عندي ماء ولكن عندي بقرة أحلب لك الحليب وأعطيك إناء من الحليب قال لا بأس راح لبل الحليب وجاب للحليب وشرب صار الظهر هذا الملك توجه إلى هذا الشاب قال لك أنا جوعان عندك أكل أكو مثل عامي يقول هم طرار وهم يتشرط بس ماكو مشكلة الضيف إلى كرامة قال له ماكو مشكلة راح سأل أمه قل له أمه شنو عندنا في المنزل قالت له ابني ما عندنا شي البيت فاضي بس هذه البقرة موجودة وبعد ما نملك سوى هذه البقرة قال لها ماكو مشكلة صاح لهذا الملك قال يا أخ العرب تعال هذه البقرة أنا كل ما أملك عندي إياها بس ماكو مشكلة نقلب هذه البقرة ونذبحها ونطبخ لك لحم من لحم البقرة وبالفعل ذبحوا البقرة وسوال من ذاك المفطح لحم بقرة وحط قدامه وأكل الملك خلاص قال روح جيب لي ورقة وقلم راح جاب الملك كتب له شغلة بالورق وأطبقها قال له شوف جزاك الله خير أنت ما قصرت استضفتني أحسن الضيافة هذه الورقة إذا في يوم من الأيام لا أسمح الله لا أسمح الله ضاقت بك الدنيا فافتح هذه الرسالة تعال إلى المدينة وريهم الرسالة رح يجيبوك عندي إن زين منو أنت لا عليك أهل المدينة رح يقولولك منو صاحب الورقة أعطاها الرسالة دوام الحالي فتح الرسالة رحوا بالأثناء وإذا بالملك قد أقبل ومهرول يقول أنا شفت شفت هذا الملك بس شيهمني أنا جاي الآن أطلب من عندك كم دينار وأروح ملك وزير تاجر موظف أي شيء يكون أطلب من عندك كم دينار كم بيزة وأروح يقول إجا الملك مع الشرطة وإذا بالملك قد ضمني إلى صدره قال لي تفضل تفضل دخلت إلى القصر يقول دخلت إلى القاعة المجللة أشوف الوزراء على اليمين والعسكر على الشمال والخدم والحشم يقول وإذا بالملك توجه إلى أحد الخدم قال لي رح جيب كرسي ضعه عند العرش مالي راح جاب لكرسي وخلاه عند العرش قعد الملك وأجلس هذا الراعي أو هذا الفلاح إلى جنبه اتوجه الملك إلى الوزراء هنا الشاهد يلوم يا أصحابي يا وزراء يا ضباط تذكرون قبل مدة اللي طلعت إلى الصيد وأنا ضعت في البار وقلت لكم أكو واحد شاب استضافني وأكرمني وأعطاني كل ما عنده وهي البقرة قال له يا حضرة الملك قال لهم هذا هو أنا بشنو أجازي الآن قام لوزير المالية قال لي يا حضرة الملك أعطاك بقرة اعطي حشر بقرات قال لي قعد قعد قام لوزير آخر قال لي يا حضرة الملك أعطاك بقرة أعطيه مئة بقرة أعطيه مئة بقرة قال له أقعد أنا أقول لكم أن هذا أعطاني كل ما عنده فأنا لازم بشنو أجازي قام لوزير الاغتصاد قال لي يا حضرة الملك أعطاك بقرة قال لي قال لي أعطيه مئة بقرة ومئة دينار ومئة قماش من الحرير شنو يريد أكثر من هذا قال لي أقعد قال أنا أعرف بشنو أجازي الملك شال التاج من على رأسه ووضعه على رأس الفلاح هذا الفلاح قطأ برأسه إلى الأرض بل الإنسان على نفسه بصيرة أنا أعرف أن أنا مو دكتور فما أجي أعطي وصفة طبية أنا أعرف أن أنا مو مهندس ما أجي أستلم تعديل شوارع أو أستلم بناء عمائر مثلا أنا أعرف نفسي أنا مو مشتهد ما أجي إلى الديوانيات وأجي أفتي وهذا يجوز وهذا ما يجوز أنا مو مرجع تقليد أو مشتهد أو عالم حتى أنا أجي أفتي بين الناس مو شغلي مو وظيفتي فهذا قال الشاب الفلاح قال أنا مو مال حكوم وجاه ومنصب أنا سيفلاح أو راعي غنم فإش شعل التاج من على رأسه ورجع على رأس الملك قال لي يا حضرة الملك مشكور ما قصرت بس أنا أنا صراحة ما جئت إليك إلا لكي أأخذ منك بعض الدنانير ترى يعني حتى هذا وزير المالية قال يعطيه عشرة من الأبقار ترى كافي جزاك الله خير الجزاء قال لي إذن نصف أموالي لك ونصفها لي نصف عقاراتي لك ونصفها لي كل ما أملك نصفها لك ونصفها لي وأنا الآن رح أبني إلى القصر إلى جانبي وتكون أنت معزز مكرم لأنك أعطيتني كل ما تملك فهذا الحجي هذا الشخص اللي كان قاعد عند السيد في ملجد الكوفة اتوجه إلى السيد قال له سيدنا مولانا هذا الفلاح أعطى للملك كل ما عنده هي البقرة والملك جازاه بأضعاف وأضعاف صحيح قال له فما بالك بالحسين عليه السلام الذي أعطى الذي ملكت يداه إلهه بعد حتى الجنين فداه كل جنين وبنفس قعساء خاطب نفسه يا نفس لا تهني لنصر الدين إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني الحسين عليه السلام أعطاك كل ما عنده وضحى وضحى بكل ما عنده حتى الطفل الرضيع وإنت تجي الآن على رواية تقول شلون من زار الحسين عليه السلام كان كمن زار الله في عرشه يقول يقول أنا ظليت أتأمل وهذا الرجل قام راح من عندي بس أنا ظليت شوية في فكر وفي تمأ بالأثناء أتوجه إلى جانبي أشوف هذا الرجل بعد راح مو موجود يقول عرفت أن هذا هو الإمام الحج عليه السلام وصلي الرسالة الحسين عليه السلام أخواني ضحى بكل شيء حتى أنا وياك وإنت يا مؤمنة نصلي صلاتنا في أول الوقت الحسين عليه السلام ضحى بنفسه وبعياله وبنسائه حتى لنروح ورى درب الشيطان ونلتزم بالدين وما أحلى الدين والله إخواني لو نجي إحنا نطبق الدين جداً جميل هذا مو لكوني أنا رجل دين ولابس عمامه وهذا لا لا بالنهاية أنا شاب مثل بقية الشباب ولكن بالفعل لو واحد يطبق الدين وجاء واحد الإمام الصادق عليه السلام قال له يا ابن رسول الله أوصف لي الحب شنو هو الحب الحب هذا اللي بشارع الحب هذا حب أخواني الحب اللي واحد يروح يلحق عراض الناس هذا حب الحب اللي واحد يروح يسمع أغاني هذا حب اللي يحب الدنيا هذا حب لا الإمام الصادق عليه السلام قال له وهل الدين إلا الحب الدين لما نجي إلى الدين الدين يعلمنا شلون نتعامل مع والدينه الدين يعلم الآباء شلون يتعاملون مع أولادهم الدين يعلم شلون الزوجة تعامل مع زوجته الدين يعلم شلون الزوجة تعامل زوجها وهكذا وهل الدين إلا الحب يجي ابن عباس إلى الإمام الحسين عليه السلام والحسين كان قاعد يشد الراحل يشد الضعن فقلت له يا ابن رسول الله لا تذهب إلى العراق فإن أهل العراق سوف يغدرون بك كما غدروا بأبيك علي وبأخيك الحسن عليه السلام لا تروح يا ابن رسول الله الإمام الحسين عليه السلام توجه إلى ابن عباس قال يا ابن عباس شاء الله أن يراني قتيلة الله عز وجل إذا يريدني أن يشوف إذا يريد أن يراني قتيل شاء الله أن يراني قتيلة قال لي يا ابن رسول الله زين وما باله النسوة ليش تأخذ زينب معاك سكينة ليلة الربا رملة وما باله النسوة يا ابن رسول الله الإمام الحسين عليه السلام توجه إلى ابن عباس قال له وشاء الله أن يراهن سبايا ترى أعظم مصيبة أخواني على قلوب أهل البي سلام الله عليهم هو سبي النساء أعظم مصيبة لذلك يجي أبو حمزة الثمالي إلى الإمام زين العابدين عليه السلام الإمام خمسة وعشرين سنة من بعد أبيه الحسين يبكي قال لي يا ابن رسول الله أما آن الأوال للبكاء مثل هذول الناس اللي في كل سنة لما يقترب شهر الحسين شهر محرم تطلع الأبواق مكافي بكاء مكافي مجالس مكافي لطوم مكافي شعائر قال لي يا ابن رسول الله أما آن الأوال للبكاء مكافي تبكي الإمام زين العابدين عليه السلام توجه إلى أبي حمزة قال لي يا أبا حمزة كيف لا أبكي وقد قتلوا الحسين عطشانا كيف لا أبكي وقد قتلوا الحسين ضمآنا ثم بعد ذلك توجه إلى الإمام زين العابدين قال لي يا ابن رسول الله أوليس القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة قال لي بلى يا أبا حمزة القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة ولكن يا أبا حمزة وهل سبي النساء لنا عادة يا أبا حمزة هل في يوم من الأيام سمعت بأن هاشمية سبيات والحسين يجهز الراحلة توجه إلى ولده علي الأكبر ولدي علي اذهب إلى أمك ليلى بني قاسم اذهب إلى أمك رملة وأك واحد واقف أمام الحسين وجهه كفلقة القمر العباس عليه السلام قال أخي عباس اذهب إلى أختك زينب عليها السلام طلبوا من عندي أقرأ هاي الأبيات والله يرحم هذا الشاعر اللي ألف هذه الأبيات أه يوم اللذي رعيشي 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 نجهت اله اللذي رعيشي اللذي رعيشي اللذي رعيش اتقل اخويا يا عباس منت اللي جبتني وبيدك يا اخويا ركبتني ولبس ما غبت عني وعفتني ولعقبك بني ما يولتني معذرة منك يا صاحب الزمان اتقل اخويا تقعد يا اخويا وشوف امتني والله متني ترسيات زجر ورمتني ثم بعد ذلك توجهت الى اخيها الحسين عليه السلام وجايين يأخذون زينب قسرا ها توجهت الى الحسين قالت له اخي ابا عبد الله لو خيروني بين المقام عندك او الرحيل عنك لاخترت البقاء على الرحيل ولو اكلت السبع لحمي ولكن اخي ابا عبد الله انك ترى حالي اني سائرة بالرغم مني لو خيروني يا عزيز لبقيت ويا ايا ولقعد لعد جسمك يا نور العين وانعاء لكني لو ضليت من يبرى اليتاما ولو طوح الحادي وحداء يا بحايا الضعي اذي قل غصبان علي سافرت يا مهجة احشايا يا حسين يلمضاك من قبل الذبيح سافرت جسمك عثرت والرأس ويا فوق الرموح مشهور يبرى للضعي اذي قل اخو اللي اتقل ما عند شمروة ولا تقول ضايعت الاخوة أنا ما شا يحسي ينقوة يا دشوف شمر بيا شو سو ايش سوى يا زينب جاءت بهداي بهداي الى اذن الحسين حتى احد لا يسمعها ادي يقل لخو يا صوت على متوني تلوى والله صوت على متوني تلوى انعم جوابا يا حسين اما ترى شمر الخنى بالصوط كسر اضلعي يا الله الهنا نسألك وندعوك ونتوسن إليك بأحب الخلق إليك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين يا الله عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان اشف مرضانا ادي ديوننا اقضي حوائجنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين يا الله من أوصاني بالدعاء اخواني الحاضرين اخواتي المؤمنات اللهم اشف مرضاهم ادي ديونهم اقضي حوائجهم ارحم موتاهم اصرف عنهم السوء والفحشاء والمنكر يا الله وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مضى من أهل هذا الجمع نهدي جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة